اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعجلت اليك ربي لترضى ما خلقنا لنيأس خلقنا لنقف على شرفة الحياة ونخوضها مطمئنين واثقين بالله وعلى أمل وإن طال وقوفنا فالأمل أطول من أصبح منكم آمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا استشعار النعم العظيمة كل صباح من أعظم أسباب السعادة وكذلك الرضا فإن رضيت هان عليك كل شيء واتسع الرضا في فؤادك حتى تغمرك السكينة يجب أن نتعلم كيف نمارس عبادة الحمد أن نطلع على تفاصيل حياتنا راضين قانعين بما نملك ممتنين لما وهبنا الله لأننا نملك الكثير لكن ينقصنا التبصر يجب علينا أن نقدر أبسط الأشياء ونشعر أمامها بالشكر على وجودها بحياتنا فإن هذا يدفق الأرزاق الأكبر لنا ويجعلها قريب منا وذلك لعدم استهانتنا بالأمور الصغيرة عدم الجحود بالنعم القليلة وإنما إحساسنا بمسؤولية التقدير أمامها لكونها جاءت لإن شكرتم لأزدنكم لا ننسى أن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة ولا شيء أحب لي إلى الشيطان من حزن المؤمن علينا أن ننظر دائما إلى الجانب إلى الجانب المشرق من كل بقعة مظلمة أن نجد سعادتنا في التفاصيل الصغيرة أن نشعر بالرحاب كلما أطلنا النظر إلى السماء وأن لا نسمح للأيام أن تخفت بريقنا لا شيء أبدا يستحق أن نحزن عليه إلا ديننا إذا نقص أو عقيدتنا إذا ثلمت وتقصيرنا مع الله وتدنيس الخلوات وانتكاسة القلب بعد ثباته وأما ما دون ذلك فهو دون ومؤقت يمضي بالتجاوز وحسن العبور وعابر سينسى مع الزمن وما كان لله سيبقى لك وما كان لغير وجه الله فزاء لا محالة ما أجمل هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه أخي الكريم أختي الكريمة قلها من كل قلبك مع التأمل بمعانيها لكي تنعم بأثارها وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه الحياة واسعة جدا لكن يضيق الإنسان على نفسه عندما يظن أن سعادته مرتبطة بأشياء معينة غير مكانك قليلا لترى الضوء ليس الرزق محصورا على ما تدركه يداك فإن الرضا رزق والصبر الرزق والطمأنين رزق والضمير الحي رزق فاحمد الله على كل رزق معنوي ليس كل ما نتمنى قد تكون فيه سعادتنا إن دع الأمور تسير وفق التدبير تدبير الله سبحانه وتعالى كل شيء سيأتيك في وقته التسليم مريح جدا للنفس ما أسعد غيرك ليس بالضرورة أن يسعدك والعكس سعادتك في التسليم بأن كل شيء هو في مكانه وكل شيء بيد الله لا شيء يتأخر ولا شيء يتقدم لا يجب علينا أن نحمل أما رزقنا بل نتركه لله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأتركه رزقه كما يدركه الموت وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغض خماسا وتروح بطانا عليكم بالصدقة ففي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقس مال عبد من صدقة فالصدقات يزيد الله بها الأموال وينزل بها البركة ويعوض الله فيها صاحبها الخير العظيم لا تقل ليس لدي مما أتصدق من لا يتصدق من القليل لا يتصدق من الكثير فالصدقة تبعث في روحنا سعادة سبحان الله عندما تنظر إلى أخاك سعيدا فإنك تسعد لسعادته والله سبحانه وتعالى أوصانا بالصدقة إن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة ويمحق الربا لذا يجب عليك أن تتصدق مهما كانت حاجتك للمال الذي بين يديك يجب أن نتخذ الصلاة في وقتها أذكار الصباح والمساء وقراءة ما تيسر من القرآن أهم الأهداف في حياتنا اليومية فهي مصدر السعادة الحقيقية السعادة التي تقربنا من الله عز وجل في زحام الأيام لا ننسى الغاية التي خلقنا لأجلها نحن هنا وديع سترد إلى ربها يوما فيجب أن نحسن قال الإمام بن القيم رحمه الله العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساويس التي هي أصل الذنوب كلها فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبط كما ينخنس الشيء ليتوارى سلاما للذين يؤمنون بقسمة الله وعدله وأن كل شيء زال منهم زال عنهم وأن كل ما ذهب من أيديهم لم يكن بالأصل لهم وأن عطاء الله رحمة ومنأه حكمة وأن من تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لا نراها كما نؤمن برحمته التي نراها أسأل الله أن يسعدكم دنيا وآخرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولنا لقاء آخر يتجدد إن شاء الله في فيديو جديد إلى اللقاء ولا تنسون من دعمكم ومن خالص دعائكم استودعكم الله أحسنااااااااا ¡